فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ومثل ذلك كثير بيّن في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل نعم الأسماء التي علّق الله فيها الذنب ليس لمجرد الأسماء والأنساب وإنما للصفات التي يتصف بها أصحاب هذه الأسماء فإن كان مؤمناً فإنه يعامل معاملة المؤمن وإن كان كافراً يعامل معاملة الكافر وإن كان فاسقاً مؤمناً فاسقاً فإنه يعامل معاملة المسلم العاصي ولهذا قالوا إن الناس ينقسمون بالنسبة إلى المحبة والموالاة إلى ثلاثة أقسار قسم يحب حباً خالصاً وهو المؤمن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا يحب محبة خالصاً والثاني من يبغض بغضاً خالصاً وهو الكافر والمشرك فهذا يبغض ولا يحب بغضاً خالصاً والثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي فإنه يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية والأحكام معلقة بالصفات لا بمجرد الأسماء المؤمن والبر والفاجر والعاصي والكافر كل اسم له مقتضاه كل اسم له مقتضاه من الولى والبرى ترجمة نانسي قنقر